موسيقى رحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أعال بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلة ما خب والله من تمسك بكم وأمين والله من لجأ يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوزا فوزا عظيم يا علة الأشياء والشرف الذي معنى دقيق صفاته لن يعقل إلا لمن كشف الغطاء له ومن شق الحجاب مجرد يهايا وتوصلا يكفيك يا علي يكفيك كأن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكمل وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بدكرك فرضها لن يقبلا يا إني لا أعذر حاسدك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل يا 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 إن يحسدوك على علاك يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علي تكليمك الموتى تكليمك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلايا هايا وبردك الشمس المضيئة بعدما أفلت أفلت وقد شهدت وقد شهدت برجعتها الملايا ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا طمام الدن فاصبح ماءه مستسفلا وبليلة نحو المدائن قاصدا في هالي سلمان بعثت مغسلا يا علي يا علي في الأحياء شخصك حاضر يا أول وحسين مطروح بعرصتك يا ربلا يا عريا يا عريا يا عريا ليكسوه الصعي أييد ملابس يا أفديه مسلوبا لباس موسى يا أربلا يا أربلا يا أيول صدر يا تطأ الخيوة يا أول وطال معها يا شرفا له كان النبي مقايا يا أبلا يا ربلا ما أبيه ما الآية إننا لله وإنا إليه راجعون قال الله العزيز في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات عادة رب العزي خاطب الأنبياء بكلمة الأنبياء والرسل يا أيها النبي يا أيها الرسل إنما أنت رسول إلى آخره لكن هذه الآية الكريمة تشير إلى معنى آخر هو غير معنى النبوة لكن في طيات الرسالة في طيات تبليغ دين الله بمعنى البيان للناس ما يأتي من الباري سبحانه وتعالى بمعنى أن ما يقوله الإمام المعصوم كما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يقوله النبي القرآن يسدد يقول وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فإذا كان وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الهداية بأي نوع من الأنواع طبعا تارة يهدي بفعله وأخرى يهدي بماذا بقوله لأن فعل الإمام أيضا هداية تقرير الإمام قول الإمام فعل الإمام كله تبليغ وبيان للشرع المقدس وهناك فرق بين القول والفعل والتقرير القول هو الحديث والرواية ما يقوله الإمام في بيان الأحكام في بيان الشرع في بيان العقيدة يعني ما يخرج من شفتي الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يعتبر قول نسمي قول المعصوم لهذا يعتبر نص صريح كالقرآن الكريم لأن القرآن قلنا سدد وما ينطق عن الهوى وتارة يكون فعل الإمام المعصوم يعني الإمام بفعله النبي بفعله يبين للناس الحكم الشرعي يعني إذا رأينا في هذا اليوم الفلاني الإمام أفطار يعني هو يوم عيد مثلا مو رمضان فطر الإمام أكل الإمام يعتبر حجه بعد ما يحتاج إلى سؤال نقول له مثلا يبن رسول الله يعني اليوم عيد ما يحتاج فعل الإمام حجه أو إذا رأيناه صائما فعله هذا حج علينا بأن هذا يوم صوم أو أي فعل آخر ومن هذا المنطلق النبي شنو قال قال صلوا كما رأيتموني أصلي يعني صلاة فعل هذه الصلاة حج على الجميع وغير هذا غير مقبول إذا خرج نعم بحركات ثانية لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهاي الحالة تصير بدعة وكل بدعة نعم في النار ضلالة وكل ضلالة في نار جهنم وتارة يكون تقرير الإمام المعصوم تقريره أيضا تبليغ تقريره أيضا هداية للناس يعني الإمام عليه السلام شخص على سبيل المثال تكلم في مجلس بكلام يمكن جميع أهل المجلس ما رضوا بهذا الكلام لكن الإمام رضي بمعنى أن هذا الكلام حق وإن جهله باقي الناس أو وإن أنكره واستنكره باقي الحضور لكن مجرد أن الإمام المعصوم ما رد لأن على الإمام المعصوم أن يرد على الباطن وظيفة الإمام وظيفة المعصوم هو الأمر بالمعروف وهناه على المنكر وهذا كان هدف الإمام الحسين في خطابه الخاص وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أساس الثورة هذه وأساس التبليغ هذا أن يأمر بالمعروف مثل شنو مثل الصلاة مثل الصوم مثل الجهاد مثل باقي العبادات باقي الأحكام ويأمر عن المنكر أي معصية في قول أو فعل أو كات الإنسان يعصي بقوله مرة يعصي بفعله فإذا أقر الإمام على عملي أنا سويت حاجة قمت بحركة أمام الإمام المعصوم الإمام ما استنكر عليه بمعنى ذلك أن هذه الحركة هذا الفعل هذا العمل عمل مطلوب عمل لا إشكال فيه فلو كان فيه إشكال لو كان فيه حرمة لمنعني الإمام المعصوم الإمام طبعا كما في صفة أمير المؤمنين لما يصفونه يقول لا تأخذه في الله لوم تلائم ما عند مجاملة الإمام نعم في مواضع التقية في أماكن ذاك معروف لدى من حضر في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكن الإمام مستحيل أن يسكت على باطل أو لا ينطق بحق عمل قامه إنسان الإمام إما يقرر بقول يقول أحسنت أو يقرره بالسكوت ما يقول لشي الإمام معنى ذلك أن هذا العمل لا إشكال فيه أو لا ينكره الإمام بقول أو فعل ينكر بقول يقول لهذا عملك باطل أو هذا قولك باطل أو بفعل ماذا الإمام يكشفي وجهة مثلا لأن مراتب الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر فيه مراتب مرة بالقلب مرة بالملامح الوجه مرة باللسان وثارة يصل إلى درجة النهي عن المنكر إلى حد الضرب أن تضرب الطرف المقابل إذا اقتضى الأمر وإذا أمنت الضرر تضرب الشخص اللي مرتكب المنكر وجعلناهم أئمة الله سبحانه وتعالى يقول إحنا اصطفيناهم نحن جعلناهم الله انتخب هؤلاء آية التبليغ المعروفة في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآية الكمال يا أيها الرسول بلغ اليوم أكملت لكم دينكم هذا اختيار رباني الله سبحانه وتعالى اختار بين خلقه ولما يختار مستحيل رب العالمين يختار من هو دون الباقين على الأقل في الزمن المعاصر يعني في الزمن المعاصر لعلي بن أبي طالب هل كان من هو أفضل من علي إذا كان هو من هو أفضل فاختيار رب العالمين والعياذ بالله يكون فيه إشكال لأن الله سبحانه وتعالى عندما يستفي يستفي الكامل صاحب الكمالات ومن مثل علي بن أبي طالب بلغ الكمال اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه قولا ولو قايل القول الثاني كما يقول هو صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لو لا خوفي أن يقول الناس فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا ما مررت على ملأ من الناس إلا وأخذوا من تراب قدميك اللهم ما سنعنا وهذا الشيء طبعا موجود عند من يعتقد بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلم عليه أولئك الذين كانوا يحب عليا حبا جمى يعني في مثل هذه الليالي ابن ملجم المرادي مثلا من الذين استفية صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام وهو قاتل قاتل بين يدي الإمام في صفين قاتل بين يدي الإمام في حرب الخوارج بعدين خرج هو حمل الراية إجا للكوفة أخذ ينادي بن ناصر للإمام أمير المؤمنين على الخوارج هو من اصطفاه نعم ثقة الإمام ووالي الإمام على اليمن الإمام بعث لي رسالة للوالي قال ابعث لي من خيرة أصحابك من الثقات اللي في رواية يعني قلها المجلسي طبعا هذه الرواية يقول فاصطفى ألفا ومن الألف مئة ومن المئة عشرة الإمام قال لا أريد عشرة ثقات بعث ليهم للكوفة أنا أعتمد عليهم زيان هذول العشرة طلع منخوضين مغربلين يعني يعني اللباب انتخبهم والي اليمن من ضمن مئة من المنتخبين منهم منه ابن ملجم المرادي ابن ملجم المرادي هو اللي دخل على أمير المؤمنين لما إجه من اليمن وخطب بخطاب رائع يتقاطر حبا في أمير المؤمنين عليه السلام وهذا ثقة وفعلا كان مدة يعني طويلة مع الإمام إلى يمكن الأيام الأخيرة اللي انقلب على الإمام في قضية قطام بعد قضية الخوارج قطام هي التي أغرت نعم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي في قتل الإمام صلواته وإلا عبد الرحمن ما كان يفارق الإمام ولا لحظة وأصلا ينظر في وجه الإمام ولا يفارق النظر إلى وجه علي سلام الله عليه دائما وكان من أول الحضور في مسجد الكوفة في الصلاة ها ففعلا كانوا هكذا ناس اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنهم لو لا خوفي أن يقول فيك الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا ما مررت على ملئ من الناس إلا وأخذوا من تراب قدميك ويتباركون بهذا التراب ويقبلوه بل وصلت الدرجة إلى بعض الأشخاص اللي قالوا يا علي أنت هو الله والعياذ بالله مو مو هذا الخوف اللي ترك للنبي اللي يقول تلك الكلمة التي لا ندري ما هي كانت اللي قال لو لا خوفي زيان بلغ هذه الدرجة اللي رب العزش يقول يقول وجعلناهم أئمة احنا خليناهم أئمة احنا اخترناهم لأن اختيار الباري في الإمام والوصي مثل اختيار للأنبياء في زمن الأنبياء ما كان واحد أفضل من الأنبياء ما كان واحد أفضل من إبراهيم في زمن موسى ما كان واحد أفضل من موسى وفي زمن عيسى وهكذا في زمن رسول الله بإطلاق وإجماع العرب في الجاهلية وفي زمن النبي أن النبي أفضلهم كانوا يقولون محمد الأمين موهي شي كان معروفا بالأمانر صلوات الله وسلامه عليه ولو كان أحد أفضل من رسول الله احنا ما نشوف لا في تاريخ لا في رواية لا في نصوص قرآنية اعترضوا على رسول الله بأنه أكو واحد أفضل من عنده ما اعترضوا على الله اعترضوا أما على النبي كصفات كخصال كأخلاق لم يعترض أحد أنكروا ربوبية الرب أنكروا وحدانية الله أما ما قدروا ينكرون شخصية النبي وكذلك لم يأتي أحد في التاريخ هذا التاريخ أمامنا يستنكر شخصية أمير المؤمنين عليه السلام بلى تغالبوا عليه في الوصية تغالبوا عليه في الخلافة لكن لا أحد يتغالد أو ينكر شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما أحد يقدر ما استطاع أحد إلا ظلما يعني أو جهلا يعني مثلا ابن أبي الحديد في مقدمته لشرح نهج البلاغة شي يقول يقول الحمد لله شوف هذا الجهل الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل هاي شلون الصغير يعني شلون الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل هذا هنا موقف استغراب رغم أن هذا الرجل نعم يتهم بالرفض يتهم بأنه من شيعة علي عليه السلام لكن هذه المقولة في رجل عالم مثل ابن أبي الحديد غريبة ويمكن تقول ربما دسوها في خطابه هذا في مقدمة احتمال أما إذا هو قايلها فعلا غريب شلون أنت يا العاقل تقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل وقل قتل عبد الرحمن بن مرجم رضي الله عنه عليا رضي الله عنه بأمر فلان رضي الله عنه شلون يصير وهي يقولوها نسمعها احنا ثلاثة القاتل والمقتول والآمر بالقد كلهم رضي الله عنهم ما تصير واحد منهم لازم مصوج واحد مقصر على الأقل القاتل اللي هو مباشر شلون رضي الله عنه لأنه كان من أصحاب رسول الله مثلا كان من المسلمين ما يصير بالنتيجة أكو قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب هذا القصاص المن يعني القصاص للإنسان اللي تقول سلام الله عليه له ذاك اللي هو مثل ما يقول مقصر هو القاتل شخصية علي بن أبي طالب لم تعاب لماذا لأنه اختيار رباني وتجي إلى صفات أمير المؤمنين المتكاملة الكاملة يا علي أنت قسيم الجنة والنار من مثل علي بن أبي طالب يعني هاي الصفات ملائكة مو ملائكة يعني الملائكة اللي في علين والبشر إذا ارتفع درجة فهو أرفع من الملائكة مويتي مو القرآن يقول فقاب قوسيني أو أدنى مجبرئي المستطاع أن يصل إلى درجة وصل إليها رسول الله قال يا رسول الله لو تقدمت أنا شبرا لحترقت أنت الطريق مفتوح أمامك روح اللهم صلينا ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حديث المعراج واضح كلمني ربي بصوتي علي هل سيمكن تقول هذا كفر هذا الكلام وكلم الله موسى تكليما هايش تقول بيها والآية الكريمة تقول وكلم الله موسى تكليما بعث الصوت في الشجرة تكلم موسى ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمني ربي بصوتي علي يعني الصوت كانت اللي أسمع كأن علي سلام الله عليه يعني الشجرة نفسها خليها مكان علي ابن أبي طالب شنو الفرق اللي كلمت موسى تكليما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لذلك في ليالي القرد لما نقرأ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم علي من تنزل هذه الملائكة ونحن لا نشعر لا تنزل علينا أكو هناك من يتقبل هذه الرسالة أكو هناك لذلك القرآن في هذه الآية اللي تلوناها يقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات هسا هذا الوحي شتري تفسر إن تفسر تفسر من باب الوحي إلى النحل وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ها هو إلهام هذا الإلهام ما يصيبني إلي وإلك هذا هو امتياز تقول هو وحي رباني جبرائيل ينزل هذا امتياز أعلى بعد على الأقل أنه هو الإمام المعصم مميز عني وعنك الله سبحانه وتعالى يوحي إليه بأي شكل من أشكال الوحي مو مهم لكن هذا الوحي لا ينزل علي بأشكاله المختلفة أنا لا أشعر بهذا الوحي وأنت لا تشعر بهذا الوحي الشخص الذي يشعر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إنه ليزاد إلى علومنا في كل اثنين وجمعة احنا علومنا في تقدم كل اثنين وجمعة تزداد معلوماتنا وأي معلومات سلوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض هاي هيش معلومات مو الله معلومات العدد الكذائية أو المادر الفلانة والإحصاء الكذائي ما أدري جد عدد شعوب العالم لا سلوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض وهذه الأحاديث اللي قالوها في مختلف مجالات الحياة اليوم العلم الحديث يجي ليكشف حتى العلم الحديث يجي كشف اليوم أسرار قرآنية ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر شي يقول القرآن يقول سلام هي حتى مطلع الفجر أنا شوف التقرير ناسا اللي طبعا هي في أمريكا وكالة ناسا اللي أكثر يعني من ستين بالمئة من العلماء في ناسا مسلمين من المسلمين اللي يديرون الفضاء هذا وهذا الكون يخبرون نعم بالأفلاك وهناك رقابة باللحظات والدقائق شغلهم هذا رقابة السماء التقرير يقول أن ناسا واحد من العلماء الذي خرج أو أخرج من الوكالة يقول سنوات هذه الوكالة نعم نسجل من الفضاء ليليا في كل ليلة طول العام هناك نيازك تتوجه نحو الأرض الشهوب بين العشرة آلاف نيزك إلى ثلاثين ألف نيزك في كل ليلة اللي القرآن شنو يرمي بها يعني حسب تعبير القرآن الشياطين يقول إلا ليلة واحدة على طول السنوات راقبوا هذه الليلة في أواخر شهر رمضان المبارك هذه الليلة تنقطع النيازك بعد ما كو رمي أبدا على الإطلاق ولا نيزك واحد وهذا يطابق هذا تفسير لي شنو سلام هي حتى مطلع الفجر مثل ليلة القدر اللي هي فيها السلام للجميع اللهم اجعل بلادنا آمنة سالمة من كل سوء وبلاء وهذا البلد يا الله وخاصة هذه الليالي ليالي القدر عرفت لولا ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يكتب الأمان والسلام لجميع بلادنا كما يقدر لنا ولأعمالنا في هذه الليالي يقدر لنا الأمان في كل مكان فهذه الشخصية وأوحينا إليهم فعل الخيرات فعل الإمام المعصوم كله خير لذلك لا ترى في ذاتية المعصوم يعني تجي إلى النبي على سبيل المثال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذاته وأوحينا إليهم فعل الخيرات في ذاته الخير موجود لذلك القرآن لما يجي إلى النبي يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعامل النبي مع أبي سفيان شنو كان العفو وجعل بيت أبي سفيان آمنا لمن دخل من دخل بيت أبي سفيان فهو آمنا لا تتعجب لما الحسين عليه السلام يبكي يوم عاشورا أنا لو عدوي يعطوني يابيدي يمكن أقطعه لكن الحسين عليه السلام يبكي على أعدائه يقولوا لمما بكاؤه قال أبكي من أجل قوم يدخل النار بسبب يبكي مو بس عفو يبكي زين العابدين بن عنان على الرواية المشهورة في قضية صلاة الغفيلة يعلم يزيد بن معاوية صلاة الغفيلة حتى الله يغفر له مو من هو يسويها العدو يجي يعلم شغلة حتى الله يغفر له يغفر له الذنب الذي ارتكبه في حقه قتل أباه الحسين عليه السلام هاي وأوحينا إليهم فعل الخيرات يعني هذا الفعل هذا العفو هذا التسامح موجود في ذات الإمام المعصوم مو يجامل ما يريد يجامل حتى التاريخ يكتب عنا الإمام الحسن المجتبى عفا عن الرجل الشامي الذي سبه وشتمه مو لأجل الكتابة في التاريخ ذات الإمام نفسية الإمام هذه وأوحينا رب العز لما ينتخب إمام ينتخب قائد لأمة على طول مسار التاريخ هذا القائد موجود هذا القائد عند هذه الصفات لو أن الله أودع فيه هذه الصفات حتى لو أن الله هي هاي فضيلة بدليل الله أعطاه لي ما أعطاني يقف أمامه الرجل الشامي يشتمه الإمام عليه السلام شي يقول له أراك مغفلا أنت جاي من الشام دعايات والإعلام غسيل الدماغ مو لعبين براسك هذول كفر هذول مشركين يسب أباه يشتم الإمام قال يا هذا أراك غريبة أنت جاي من الشام معلومة منها جاهة وحقك تعال إن كنت جائعا أشبعناك ألقي رحلك عندنا فإن عندنا فناء وسيعا إحنا عندنا مكان وسيع للضيافة تريد تستريح تاكل تشرب عندنا رفت لولا أشبعه أعطاه أغناه عد يرجع هذا الرجل وكل أصحاب الإمام واقفين بأمر الإمام بس يشير إليهم أن يتلاقفوا هذا الرجل بالضرب الإمام أشار إليهم لا رح أطعم أشرب رجع إلى الجامع نعم شنو يقول يقول الله يعلم حيث يجعل رسالته الإمام التفت إلى الجامع قال هذي أحسن له هاي لو كان تلاقفتموه وضربتموه شنو كان ردة الفعل هذا فعل الخيرات في ضمن وجودهم وهذا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يفرش مائدة الطعام يجون كل يوم الناس يأكلون على مائدته بالمناسبة أذكر هذا الموضوع على مائدته إذا رجل فقير يجي يقعد على المائدة يأكل لقمه ويشيل لقمه ويخليها بكيس يأكل لقمه ويشيل لقمتين يخليها في كيس الإمام إجي إليه بلطف قال له كل حتى تشبع ثم خذ معك بعدين نشيل ماكو مشكلة نطيك إحنا ما يريد تشيل من على المائدة إحنا نطيك جدرية مثل ما يقول صفرية ودويا قال ما لنفسي أحمل هذا قال لإلما قال لرجل خارج المدينة رأيته يعمل بالأرض ويأكل كسيرات من الخبز قال ذاك أبي أمير المؤمنين هو صاحب المائدة هو صاحب السفرة هاي اللي أنت تريد تودي له عرفت له قلبك مكسور من أجله هو صاحب المائدة اللي شفت ياكل الخبز ما شبعت من بر العراق ويطعم المساكين والفقراء وهذا أبو الحسن هذه الليلة انقطع عن الطعام وعن الشراب ليلة العشرين محمد بن الحنفية سلام الله على أمير المؤمنين وعلى أولاده يقول ترك أبي الطعام والشراب واندس السم إلى رجلي الإمام حتى مرت وتورمت وما استطاع والدي أن يحرك رجلا عن أخرى هذا الكرار قال عباب خيب الرجل ما يقدر يشيلها بعد هاي الليلة أي سم كان هذا اللي الإمام قال له مثل البارحة قلت نقلت يا هذا إنك لتبطن وأمرا تكاد السماوات أن يتفطرن منه يقول محمد بن الحنفية جئنا هذه الليلة بالطبيب الجراح أمر السكوني من الجراحين المعروفين الأخصائيين في الكوفة ليكشف على رأس الإمام يشوف جرح الإمام يقول فأمر نظرا في جرح الإمام أمر بشات فذبحناها فأخرج من شات الرئة وأخرج من الرئة عرق ينبض جعله في يافوخ الإمام في وسط الجرح ثم نفخ هذا العرق ثم أخرجه وإذا بمخ الإمام كالقطن المندوف على هذا العرق قال يا علي اعهد عهدك وأوصي وصيتك فإلا اللعين قد وصلت ضربته إلى أم راسك هناك لما سمعنا النساء هذا النداء صح نوا علي أي وأبت أبا خرج الطبيب من الدار إجت زينب ومكلث ومباقي أولاد أمير المؤمنين هذه تقبل يده وتلك تشمشم هذه تلقي بنفسه على صدر أبا 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 من لليتام من بعدك أبا من للمسجد والمحراب أبا من للصلاة من بعدك يقولون الإمام أمر أمر أن يأتوا أولاد غير فاطمة جابوهم العباس وإخوته وغيرهم ثم أخذ يوصيهم بحب أبناء فاطمة وطاعة أبناء فاطمة هنا الموقف أصحاب السير يقولون ثم أخذ بيد زينب وضعه بيد العباس ولدي عباس هذه أمانتي بيد وزينب ما نست هذا الموقف وين تذكرت زينب يوم العاشر من المحر الحادي عشر عندما جابوا النياء زينب ركبت هالنسوة وهالأطفال وبقى توحدها وصار حديث بينها وبين أمك الثوم هذه تقول أخي يركبي ذي تقول أخي أن تركبي قالت أنا إذا ركبت يا زينب فمن الذي يركبك تنفست الصعداء تأوه زينب قالت يركبني الذي جاء بي من المدينة وجهت وجهت بوجهها نحو المشرع صاح عباس عباس أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي أنت أنت أركبتني في محملي أخي قم الآن وركب أخت آيك نظر إليه الإمام زين العابدين بكى عم من تنادين عمي العباس لا يمين له ولا شمال طريح على المشرع يا عباس أخي ملت اللي جبتني بيدك يا أخي ركبتني عقبك يا أخي يا بني أمي ولتني دقعد يا أخي وشوف متني ترس يا أخي شمر يا أخي يا أخي يا أخي الرمات يا أخي إلا العباس ما يجيبها ما يجيب نداءها أكو واحد اسم حلال المشاكل أبوها تقل حدار حدار يا أبويا ما تجينا ما تجينا يا أخي يا أخي وتشوف نشلاني نسب يا أخي السبع يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ونتستر باليا يا أخي والناس تتفرا أخي يا أخي يا أخي أجعله نايا ألا لعنة الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم ألا عزل جل الأكرم يا الله عجل في فرج إمام زماننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمننا في أوطاننا يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المؤمنين يا الله إله نقضي حوائج المحتاجين سيما حوائج هذا الجمع ومن أوصاني بالدعاء اشفي كل مريض سيما الجرحى يا الله اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله إلهنا لا تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المحرومين وجعلنا من المرحومين تقبل منا أعمالنا صلاتنا صيامنا دعاءنا قيامنا إحياءنا يا الله إلى أرواح أمواتكم أموات أموات المؤمنين والمؤمنات سيما من آل الشيرازي والشهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة